لطيفة الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم يعني ما ودي يقول من جرف لديه ديارة ويزعلون عليه للمشاهدين ولكن في مثل يقول كل ما دقيت في أرض وتد من ردات الحق الآن الاتحاد كل شوية تطلع له مشكلة مشاكل الاتحاد الآن مشاكل الاتحاد بين الاتحادين القديم والجديد كيف يمكن أن تحل السيد خالد فيه نقطتين أولا مشاكل الاتحاد مترسبة من عدة سنوات سبق نصرح فيه الدكتور صالح بن ناصري وكان رئيس لجلسة احتراف تسع سنوات قال أن فيه ناديين هما أكثر مشاكل في الأندية الاتحاد والنصر النصر تغلب على ظروفه وطلع الاتحاد تراكمت من عهد منصور البلوي إلى الآن مشاكل كثيرة البنوك الآن ترفض حتى أعطاه قروض ميزانية الهيئة العامة للرياضة لا تسمح ميزانية الاتحاد السعودي لا تسمح الرابطة عليها مسؤولية كبيرة لا زالت ناشئة ما وصلت خبراتها للمجال لأنها توقف في هذا الشان الحل الوحيد بيد رجال أعمال نادي الاتحاد نادي الاتحاد لديه قاعدة وبنية تحتية أو أعضاء شرف من وزن الثقيل كما قلت كلهم مليار ديرية الحل بيديهم هناك تحركات حتى من جهات مسؤولة وناس مسؤولين هنا ممكن أن أتفق معك على الغزواني الغزواني ويقول على رجالات الاتحاد تدارك وضع الفريق هل يعقل أن يتفرجوا وهو مهدد بالهبوط؟ أين الاستثمارات يملك الفريق قوة جماهرية يحسد عليها؟ نعم صحب طيب إذن في لك تعليق أو أنتقل للنظر البعيد؟ صحيح الاتحاد من الظلم أنه يهضر يعني يجب أن يتكاثب الجميع عليه حتى جماهير الاتحاد يجب يعني خلاص أقلبوها جماعية خيرية على ما قالوا افتحوا حساب للنادي وخلوا الجماهير تتبرع لو جاءت مبالغ بسيطة راح تأدي تقدقة تامة الجماهير اللي تقعد 90 دقيقة تصفق واللي يصيح واللي يبكي واللي يضحك واللي يفرح كما فرحوا كثيرا للاتحاد راح يساهم إن شاء الله بحل جزء بسيط من هذه أما الحل الأكبر بالتأكيد هو بيد رجال الأعمال للاتحاد وعضاء شرف طيب ما في مفردة غير جمعية خيرية تعدلها قبل ما ننتقل لا أنا عفوا ما هو جمعية خيرية تبرع للنادي عشان ما يساهم التحديد؟ تبرع للنادي للاتحاد نعم فيك الفرصة حتى لا يستفهمها لا يعني هو الحل الوحيد تقريبا هي وعضاء الشرف فاتل باب للقرصة لمن أراد أن يخدم هذا النادي ويقف معه هذه وجهة رأيك حتى لا تفهم بس معلومتي غلطة لا جمعية خيرية ما هي جمعية خيرية أنا أقصد يعني النادي بكل أمانة هو الاتحاد والجماهير والنادي للكرة السعودية ككل من الظلم أن هذا النادي يصير له ما صار تراكمات كثيرة يحلونها الجماهير وأعضاء الشرف هو الحل الوحيد أيضا جلب استثمارات حتى لو كانت طويلة الأجل تسدد على دفعات كماشي في الهلال والنصر كانوا يأخذون دفعات مستبقة من موبايلي وغيرها قبل جميعون